اسمح لي أن أتوجه إليك إلى أي مدى تتفق مع ما قاله دكتور رامي القليوبي ومن قبله تقرير منظمة التجارة العالمية وإلى أي مدى كما يرى البعض أن التجارة ربما تكون قد تسرعت في هذه التوقعات ولم ينضي من العام سوى ربعه فقط مساء الخير في البداية تحياتي اللي حضرتك والسيد المشاهدين وكل عام واللميع بخير مؤكد أتفق مع ما جاء في التقرير وخاصة في مسألة أنه وصلنا للسيناريو الأسوأ هيكوننا راحنا بردود أفعال الدول خلينا نشير إلى أنه قبل انتشار وباقي كورونا كان بالفعل في حرب تجارية فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وألصين من ناحية أخرى وكان بالفعل أيضا حجم التجارة الدولية مهدد ويمكن فيه عدة تقارير صادت في هذا الشأن من إذا كان صندوق النقد أو مؤسسات مالية أخرى مؤكد أن تشار وباقي كورونا وما نشهده اليوم من تصريحات وتصريحات مضادة اتهمات واتهمات مضادة ساكم من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الغرب بشكل عام ومن الصين أتصور أنه سلوك هذه الحكومات هو الذي يمكن أن يصل بنا إلى السيناريو الأسوأ ليس فقط 32% عن خفاض لكن يمكن أن نتجاوز هذا لكن كل تقدير أنه في وقت الأزمة يجب أن يكون هناك مزيد من المنطق مزيد من العقلانية مزيد من التقارب مزيد من التفاوم فيما بين الحكومات فيما بين الدول وأتصور أنه انتشار هذا الوباء والتعاطي معه على مستوى الصحي أثبت هذا مهم أن يكون هناك مزيد من الاتفاق لا مزيد من التنحل في الوقت الحالي أتصور أنه مزيد من الاتفاق يمكن أن يصب فيه مصرحة الجميع ليس فقط التقارب الدولية لكن أتصور أنه فيه مصرحة المواطن في المقابل الأول نعم دكتور رامي يعني كما ترجمة نانسي قنقر